بين وعود تركيا ووعيد النظام حول أدلب روسيا تطلب من أنقراء انهاء ملف المحافظة حتى السابع من الشهر القادم وهو اليوم الذي ستنعقد فيه القمة المشتركة بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا وفق ما أوضحت مصادر مطلعة للشرق الأوسط المهلة الروسية تلك تؤكد تناقض رسائل الكرملين حول سوريا فبعد استبعاد المبعوث الرئاسي الروسي أليكساندر لفرانتييف أي عمل عسكري على إدلب طالبت وزارة الدفاع الروسية بما أسمته تحرير المحافظة من الإرهابيين على خلفية مزاعمها بتعرض قاعدتها الجوية في حميميم لهجمات بطائرات مسيرة غير أن تركيا استبقت باب الحل في إدلب بتشكيل الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم ما يزيد عن سبعين ألف مقاتل وذلك ضمن خطة ترمي إلى إعطاء مهلة لهيئة تحرير الشام كي تحل نفسها وإيجاد آلية للأجانب من المقاتلين للخروج من المحافظة حسب ما تضيف صحيفة الشرق الأوسط إذن هي حملة روسيا مستمرة على إدلب عنوانها إما التسوية أو التصعيد الشامل أي أن روسيا التي تروج لإعادة اللاجئين السوريين تهدد في الآن ذاته بتهجير أربعة ملايين مدني في إدلب ترجمة نانسي قنقر